منصب عليكم مرة تانية دلوقتي طبعا زي ما كلنا عارفين منظومة المرور الجديدة والنقل الزكي بقت توفر كاميرات في معظم المحاور الرئيسية والطرق السريعة في المحافظات المختلفة ده علشان الناس بطبيعة الحال تلتزم بقواعد المرور وتحافظ على سلامة الناس اللي ماشية في الشارع وكمان أيضا للحفاظ على سلامة قائد السيارة دلوقتي أيضا بيتم الإعداد لقانون المرور الجديد القانون الجديد سيكون فيه تغليز للعقوبات والغرمات على المخالفين غير القوانين السابقة دعنا نعرف ملامح هذا القانون بصحبتنا في السوديو صباح الخير مصر لواء الدكتور أيمن الضبع استشاري السلامة المرور صباح الخير فانت أهلا بك أستاذ مصطفى أهلا بك أستاذ المشاهدين أهلا بكم أهلا بحضرتك قلنا في البداية يعني زمان كان الناس يقولك يعني إحنا الدول المتقدمة عندها قوانين للردع وخلافه علشان المرور النهاردة قوانين طلعت برضو بعض الناس بيقولك المخالفات زيادة والترخيص زيادة أكيد بتا يعني بتلمس دا أو بتحس بدا وأكيد عصرت الفترتين يا فانت تعليقك على جفاة وعلى القوانين اللي كانت طبعا موضوع مهم اللي حداك بتتكلم فيه يعني موضوع القوانين وخصوص قانون المروري الجديد ما بيتعرضش للعقوبات وتغلضها لا لا خالص إطلاقا دا دا جزء أخير فيه وحكمان مش تغريزة أنا هتكلم عندي تفصيلا لكن هو إعادة تنظيم هيكلي لكل منظومة المرور والنهاردة فهي بيعيد تنظيم المنظومة منظومة لازم القانون يضع لها القواعد يضع لها الرولز يضع لها الآليات بتاعتها القانون الجديد تصدل دا نظم موضوع الحركة على الطرق والسير على الطرق والنقل على الطرق بشكل كبير جدا عمل اختصاصات عمل جهات عمل كيانات تبقى مسؤولة عن تنظيم الحركة ووضع القصص والتدابير اللازمة لها بعد ما تنظم وتقول إيه الممنوع وإيه المحظور وتنظمه تضع الآليات الخاصة به بعد كده يأتي موضوع العقوبات اللي يخالف هذه المنظومة يتعرض للعقوبات هو الحل الأخير لكن فيه حلول قبلها كثيرة جدا حلول هندسية حلول إجرائية حلول خاصة بالتعليم والتدريب بالنسبة للسائقين تعرضنا لكل زي برح يعني هقول لحضرك على الحاجة مثلا عمل منظومة خاصة بإدارة الطرق فيه إدارة للسير على الطرق مسؤولة لها اختصاص ولها سلطة وعليها مسؤولية تحاسب وتحاسب لازم في هذه المنظومة كل كيان له إدارة خاصة بإدارة السلام على الطرق ده ما كانش موجود في القانون القديم من يدير الحركة على الطرق من يجعل الصيانة الخاصة بالطرق من أول الطريق ما يتعامل لإدارة وليه صيانة وليه إجراءات وتدابير كل دي لازم إخلال منظومات يتم إنشاء القانون عمل ده عمل منظومات لإدارة الحركة والصيانة والتشغيل بتاع الطريق كاملا ده نقطة مهمة جدا القانون عمل جهات مختصة وجهات مسؤولة عن موضوع يعني بتعمل إنشاءات مثلا على أي طريق مين المسؤول أن يدي موفقات وتصريح تصريح لإنشاء هذه الكيانات هالك الكيانات دي لها خطورة على الطريق ولا ملهاش مين اللي يدرس ده مين اللي يقدم دراسي الأثر مروري لكيانات تتم إنشاءها دي كلها إجراءات مهمة جدا عشان نقدر نعيد صياغة منظومة الطرق في مصر الخدمات اللي موجودة على الطرق آه بالزبط مصر بداشها بنقلة حضرية ضخمة جدا أنا كمتخص بقولي أنها نقلة إعجازية اللي حصل في مصر في التوقيت الصغير ده ما بيحصلش في أي دولة نقلة كبيرة سبعة تلاف ومئتين كيلو من الطرق الكودية آه مشروع عملاق آه في المقابل معا لازم أنت عندك حركة سريعة بقى لمفردات الحركة عليه السير عليه تنظيم عليه وإلا يبقى يعني الموضوع مش مظبوط فعشان كده كان لازم يقب في القانين المرور فيه تصور كامل لإعادة الحركة مش بس على الطرق مش بس الطرق ولكن المركبات اللي بتمشي على الطرق وسائل النقل اللي بتمشي على الطرق من الحلول الإعجازية في موضوع المرور هي موضوع النقل الجماعي مين ينظم موضوع النقل الجماعي مين يتولاه مين يعدد خطوط السير وتعريفة الركوب في كل جهة فلازم في جهة واحدة مسؤولة عن كل هذه المنظومة هي التي تضع المخططات الاستراتيجية للنقل الجماعي والنقل العام في مصر تم برضو النص على كل ده في قانون المرور الجديد قانون المرور الجديد مش بس مخالفات يعني زي ما كل الناس عادة فاكرة وطوله احنا عادين ونتابع لما منشوف الناس مع كلمة قانون المرور الجديد يقول يبقى بس يقولوا حاجة على المخالفات وخلاص لكن ده طلع الموضوع كبير لا لا طبعا الموضوع كبير ده لسه في حاجات كتير يعني مثلا مش بس تسير على المواطن إلزام الجهات المختصة إنها طالما المواطن بيطلب جراءات منها يبقى فيه ربط إلكتروني مع المرور يبقى أنت حدك تروح المرور المرور رابط مع كل الجهات بتاعت المنظومة ما روحش قاعد أجيب فيه ورقة من شهر العقاري ورقة من التربية والتعليم ورقة من وزارة الصناعة لا خلاص كل الجهات دي وفقا لنص القانون إنها يتم ربطها مع منظومة المرور طالما بحس إن احنا كلنا كلنا جهاز إداري واحد لازم رابط مع بعضه أروح أخلص عربية في الجمارك عشان الإفراج الجمركي ييجي ويوصل عشان أقدر رخصها أقعد شهر وشهرين هذا كلام مش مظبوط يعني القانون ألزم إن كل الجهات دي تبقى ربطة إلكتروني هذاك تفرج عن العربية بعدها بلاحظات مفروض قابل للترخيص تشتري عربية تصنيع محلي يبقى المصانع وهي التنمية الصناعية ربطة مع المرور بعد ما تشتريها معاك الفاتورة تطلع لقى بيانات العربية موجودة على السيستم ترخصها مباشرة الترخيص الإلكتروني مش لازم أروح المرور عشان أرخص أخش على تطبيق القانون المرور بي نص على ده وبيلزم به يعني هو دلوقتي الدولة شغالة في هذه الإجراءات بدون إلزام يعني الدولة بتلتزم لكن القانون كمان بيلزم أجاز الإداري في الدولة إنه يلتزم بده عشان كده يمكن القانون اتأخر شوية عشان المفردات دي كانت توجهة إن المفردات دي كلها لازم يتم حلها كان عندنا كمية كبيرة جدا من المهاكل طب اللي ظاهر في الشارع هو الرادارات الجديدة واللي ظاهر في السوشيال ميديا إن حد ما تصور بشكل غير لائق على وأكيد شفت طبعا الفوستات دي وتعرطت لها طبعا حقيقة بقى ما يصار وما يقال حوالينا الرادارات الجديدة هتلقط على قد إيه والصورة دي هتروح إزاي وحاجي لك إزاي عشان نلغي بقى وعشان ننهي الجدل في هذه المساحة طبعا أنا خلينا أقول لحد داك الموضوع بشكل مختلف شوي هي إنك تبقى شايف الطرق مش عشان بسر صدلك مخالفة لأ عشان أحميك عشان أأمنك عشان أوصلك عشان لما تستدعيني تلاقييني أعرف أنت فين عشان الإسعاف يوصلك عشان المرور يوصلك مش أنا لما بقى شايفك على طريق شايف النقطة بتاعتك فين بالزبط وأقدر أوجه لك خدمة الإغاثة في أقرب وأقل مسافة كتوجهات القيادة السياسية الراشدة الحكيمة في الحتة دي رائعة اللازم لما يعني ما افتتحها وتفتكروا طريق شبرة بانها اللازم الطريق دا يكون متغطي بالنقل الزكي وسائل النقل الزكي نقل الزكي اللي هو انت شايف كل حاجة على الطريق اللي هي وتم تغطية تم فعلا البدء في ست طرق يضغطوا تغطية كاملة شايف العربيات شايف وسائل النقل شايف المشايف شايف كل الطريق على كل قطاعاته لما تعمل دي في المقابل لازم المواطن يلتزم بقى ويلتزم عشان مصلحته هو في الأول وهنا لما يلتزم بالسرعة القصوى الدولة مش هدفة أنها تجمع فلوس إطلاقا من المخالفات المخالفات مش أحد مصادر الدخل القومي إطلاقا الدولة اللي بتخساره من حوادث المرور يفوق بكثير ما تكسبهم من المخالفات أو ما يتحصل عن المخالفات بس اعتقد الهدف أنه هو الحفاظ على الطرق اللي بتتعامل يعني كانت الطرق تتعامل واتبوز بسبب الحمولات الزيادة وبسبب العربيات اللي كانت عملت حافظ على الطرق حافظ على المواطنين حياة المواطنين قبل الطرق طبعا قل لي دي حاجات مهمة جدا قل لي حضرتك على حاجة في دراسة كانت عملها أكاديمية البحث العلمي الدراسة كانت مزعجة يعني بالنسبة لنا كانت فارقة يمكننا كنا مشاكين في هذه الدراسة هي بتكلم عن أزمة النقل والمرور في مصر الدراسة قسمت الخسائر إلى مباشرة وغير مباشرة الخسائر المباشرة اللي هي الحوادث مصادمات الطرق ودي بتكلف الدولة سنوياً 64 مليار جنيه إهضار الوقت بتكلف الدولة 83 مليار جنيه سنوياً استهلاك وقود زائد وتلاوز بيئي 23 مليار جنيه يعني حوالي 176 مليار جنيه سنوياً خسائر مباشرة الغير مباشرة بقى يعني تم إطلاق اسم الفرص الضائعة على مصر بسبب مشكلة المرور فيه فرص كتير بتضيع علينا بأي مستثمر عايز يعمل حظ مار في مصر بيدرس حركة المرور والمخاطر دي طالعت 250 مليار جنيه الإجمالي حوالي 426 مليار جنيه ده كان إمتى الدراسة تعملت سنوياً 2017 النهارده بقى عامليني إزاي؟ هي الدراسة كمان في الكونكلوجين بتاع الدراسة كان بقول إن الدراسة محتاجها تدقيق أكثر لو تدقيق أكثر كمان الإهدار العقام أكبر وده في 2017 بالأرقام دلوقتي طبعاً هتبقى مختلفة تماماً مهما نصرف على المرور من تكلفة شاء الناس اللي بقولوا بتصرفه كتير على أزمة المرور وبتصرفه كتير على النقل مهما تصرف ده عنوان الدولة ده أول حاجة بتقع عليها عين المواطن الأجنبي أول حاجة بيشوف شوف الخسانة بقولك في السنة 426 مليار جنيه سنوياً إهدار من مشكلة المرور النقل في مصر يبقى أنت بتخفف من شوفه لما بقى فيه خدمات على الطريق فيه شبكة طول الوقت الأرض ممهدة جداً مترقبة بالرادارات بحيث أنه ما يبقاش فيه حوادث يعني فيه حاجات كتير بتتقدم بالرغم من ده بنلاقي بقى أن الشوارع الداخلية ناس عاملة مطبط قدام البيوت ناس جوه مش على الطرق الرئيسية ده بيضيع كل المجهود اللي اتعامل برا والناس بتبقى وجهة نظرها أنها بتأمن نفسها وبتأمن بيتها وبتأمن أنه ما يبقاش فيه عربية مسرعة مثلاً تخبط ولد من الأولاد ده بيسبب حوادث تانية وبيسبب اختراقات مرورية وله معات كثيرة اللي حضرتك أشارتي إليها دي قانون مروري جديد على فكرة تعرض ده ده تماماً الطريق له مدير له إدارة له حد مسؤول ومختص له سلطة وعليه مسئولية مش عابثاً للطريق أن أنا أعمل أي حاجة في الطريق إطلاقاً ده في قانون مروري بقى في عقوبة شديدة على مثل هذه الأفعال اللي يعمل تعدي على الطريق أو يعمل مقبأ أو مطبأ أو يعمل أي حاجة على الطريق هتزبطها إزاي في الريف نعم هتزبطها إزاي في الريف معنى وجود إدارة للطريق وكل طريق بقى يعني كل طريق أنت فاهم طبعاً قصدك أه طبعاً يعني أنت في الريف قدام كل بيت واحد بيعمل مطب ما هو فيه مستوى عالي وفيه مستوات أقل غير ما توصل أنه فيه واحد مسئول عن طريق طوله 2 كيلو ده مسئول عنه ويتحاسب عليه طبعاً تحطيت المسئول قدام اختصاصه وديته سلطة وعليه مسئولية ومتابعة ومرأبة خلاص الموضوع أنا أحدد كل طريق عليه مسئول لازم يكون ليه عليه مسئول الطريق ده الوصلة لتنين كيلو دي عليها مسئول اسمه فلاني الفلاني طب وزفة العريس الناس اللي بتوقف الطريق علشان يفرحوا فيوقفوا ويرقصوا بالموتسيكلات يعني إحنا عندنا كثير من السلوكيات اللي محتاجين يعني أنا قلت لحد داك الموضوع مركبة وطريق وسلوكيات طب اتكلمنا على الطرق طفرة عملاقة سواء على الطرق الرئيسية السبعة تلاف ومتين كيلو أو على الطرق الفرعية فيه توجيهات دلوقتي والدرق بالحكومة ماشية بشوق يعني في المحافظات وكل الطرق التابعة لكل الجهات دلوقتي بيتم إعادة صياغتها يا حريك بتقولي طريق رئيسي لكن طريق لا كل الطرق الفرعية لكن دي ثقافة ولسه بنغير فيه ولقم تكلفة غالية تكلفة يعني نحن نجاز طبعا تكلفة عشان تنشئ كل الطرق وتعيدي صياغتها وتخليها بمواصفاتك ما فيش طريق دلوقتي يتعامل غير بمواصفاتك دي دي نقطة مهمة ومصفاتك دي يعني مكلفة فهتعمل بس هتاقد فترة طبعا زمنية خلينا وقعين يعني هتاقد وقت بس بيتعامل وبنخلص مش زي الأول يتعامل وبعدها بثلاث شهور يتقفل علشان بره المواصفات فيرجع يتعامل تاني ويرجع يتعامل تالت ضيعنا فلوس أول مرة وفلوس تاني مرة وضيعنا وقتا على الناس اللي بتستخدم الطريق وقدرنا أرواح وعطلنا ناس عشان كده مفيش طريق وفقا للقانون مفيش طريق ينشأ رئيسي عمومي طريق عام إلا وفقا للمواصفاتك دي وزارة الإسكانش اتغلت وعملت مواصفاتك دي للطرق في مصر هذه المواصفات المعتمدة أي طريق هيتعملوا من أقصر أو هيتم تسليم وفقا للمواصفاتك دي اللي خالف بقى يعني يبقى فيه جزاء ورد ازاي بين مثلا إدارة طرق وكباري وبين مين علشان نقدر نقول إحنا محتاجين طريق بيربط بين كذا وكذا أو محتاجين طريق بيجمع ما بين هنا وهنا دي أحد الإشكاليات الكبيرة اللي كانت موجودة عندنا حقيقي يعني أن الجهات بتتبع كثير من الجهات الطرق بتتبع كثير من الجهات يعني فيه طرق تتبع وزارة النقل تقل عمل الطرق الكباري فيه طرق تتبع وزارة الإسكان فيه طرق تتبع المحليات فيه طرق تتبع المحافظة. يعني تشكيلة كده. عملنا أنه لازم لكل طريق بقاله كيان. والكيان ده في الآخر بيصب في حتة واحدة. والمسؤولة عن الطرق في مصر هي جهة واحدة بس. اللي هي العامة للطرق كمان هي جهة الوزارة النقل. هي المسؤولة عن كل الطرق في مصر. وباقة الطرق يتم بقى تصنفها. وفق فيه طبعا هيحصل هنا تداخل بين وزارة النقل وفي أجزاء تبع المحليات. بتتحلل الحاجات دي بقى. بتتحلل توافقيا بين الجهات. وفي الآخر يبقى فيه جهة مسؤولة حد من النقل مع حد من المحافظة. يعني لازم فيه كيان مسؤول. هذا الكيان هو المسؤول ومختص بهذه. طبعا إحنا قطاع الخاص داخل معانا كمان. يعني إحنا عندنا دلوقتي أوتوبيسات بتشتغل دلوقتي بالطاقة النظيفة. وعندنا أوتوبيسات خاصة نقل محترمة جدا. بالإضافة لهيئة النقل العام. عندنا كذا تضافر من كذا جهة. إزاي بيتم التعامل بقى ما بين الجهات سواء الخاصة أو الرسمية. علشان نقدر نوصل لشبكة مواصلات محترمة ومنظومة محترمة كاملة. زي ما احنا شايفين مؤخرا. وعايزينها أحسن وحسن. الحكومة كانت وعية جدا ومدركة للنقطة اللي حضرتك قلت عليها دي. واتناص عليها في قانون المرور. واتناص عليها في قانون خاص. يعني كانت اقتراحات وزارة النقل وتم استصداره من قلال مجلس النواب. وهو جهاز تنظيم النقل. جهاز تنظيم النقل هو المسؤول عن تنظيم النقل العام والخاص. نقل الجماعي. نقل الجماعي الداخلي والخارجي والدولي. النقل الخاص والنقل الجماعي العام. بقت جهة واحدة وجهاز واحد تم إنشاؤه. وهذا الجهاز كان وليد. لكن أنا شايف يعمل شغل كبير جدا. يعمل ونصر رقمية لكل أنظمة النقل في مصر. وتدريجيا هتشوفوا نتائج رائعة. وأعتقد أنه تشوفوا دلوقتي بتسمعوا عنه. ده كله بيخش تحت جهاز تنظيم النقل. صحيح. يعني عندنا إنك تنظم النقل بين المدن. أنت محتاج عربيات شكلها إيه. ده كله تنظيم. إنك تحتاج على دائري أوتوبيسات تويستر الدودي. ده تنظيم. إنك تعمل المونوريل وإنك تعمل التقطار السريع ومختلف الفلوس بحيث أنها تتناسب مع الجميع. يعني مختلف الفئات الفلوس. بصي حديك فيه معادلة كده خاصة بكفاءة وجودة النقل الجماعي. إنك توصل يعني مثلا منطقة زي المنطقة المركزية لها القاهرة والجزء والجزء الحضري في الجزء والجزء الحضري في الأليوبية توصلي في أي منطقة في الحتة دي بوسائل نقل جماعي وبحد أقصى خمس دقايق ماش أو خمسونية متر. عشان نجي نحقق ده المعادلة دي الزمان كانت نحن تتكلم حتى ثانية خالص لكن نحن رحلين له مصر رحلة وقريبا جدا هيبقى عندك شبكة للطوالي شبكة للدائري شبكة للحلقي وشبكة متفرعة منها بحيث أن تصل لأي منطقة تقدر تاخد أكتر من وزير التقل جماعي من مواقف مجمعة وده الاتجاه اللي موجود دلوقتي في الدولة بشكل كبير طيب لو أنا تكلمت عن ما أثير حوالين قصة طريق الساحل الشمالي والسادة الرئيس ربما أتكلم عنه في زيارته لما كان في المقطب وأشار أن إحنا يا جماعة نحن بنظلم الناس لأن إحنا طريق للسلام يفتتح بحركة استشارية السلامة المرورية وتفهم يعني تعلم جيدا أن طبعا الناس ربما كتشتكت من أن في حرطين على اليمين وحرطين يعني الطريق الجانبي هو كله أربع حرط والطريق الدولي حوالي تمن حرط أو ست حرط أعتقد مش فاكت أربعة وستة أربعة وستة يعني عشرة إجمالي هو كده أربعة يمين اتنين واثنين آه بالزبط تمام هو طبعا الطريق الساحلي ده لو نفتكر كده كان عامل إزاي من سنتين ثلاثة كان مأساوي كنا فترة موسمي وأحجام الحركة بتزيد عليه زيادة كبيرة جدا في فترة صغيرة اللي من شهر ستة لشهر تسعة كان طريق مأساوي كان عندنا مقاسي بتحدث على هذا الطريق جزء منها خاصة بتصرفات بقى أنت عارف الشباب ومثل هذه التصرفات وجزء خاص بطريق نفسه فتم عمل تصور كبير جدا للطريق هو لسه لم ينتهي يعني زي ما سيد الرئيس قال لسه هذا الطريق لم ينتهي لسه في باقي إجراءات كثيرة جدا لسه في كينات اللي موجودة على الأجنب بيتم عمل دراسات كاملة لها للدخول والخروج ليه ودي أحد الإشكاليات كم كبير من الكينات على الجنبين محتاجين إعادة نظر وسياغة في الدخول والخروج والانتظار والكينات التجارية اللي موجودة فالطريق لم يستكمل لكن شاء الله لم يستكمل الأجزاء المتبقية وهي مش كتير يعني في هذا القطاع لا في طفرة كبيرة جدا طفرة كبيرة جدا المطلوب معرفة قواعد المرور والأمور بعدها إن شاء الله ستقوم بمتاثر ولنا دا شايف اللافتات زادت زيادة كبيرة جدا لكن محتاجين لانتظام بألواء السلوك اللي هو الثالث في المنظومة احنا تكلمنا عن الطريق وده الناس هتعرفوا بالوقت وأنا أعتقد أن يعني هي مسألة وقت في النهاية احنا بنشكر حالاتك اللي هو دكتور أيمان الضبع شكرا للمشاهدين وكل سنوان طيب شكرا لحادثك